اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وضعت استقالته شرطا وقدمها خدمة لمصلحة الوطن ثلاثة اشهر من دون اي تغيير في واقع الخلاف الخليجي مع لبنان فماذا يقول اليوم واي مسار يختار بين الاعلام والسياسة بعد ان خسر حقيبة وزارية وربح قلوب الملايين مع الوزير الاعلام اللبناني السابق جورج قرداحي مرحبا بكم في اول حلقة من برنامج بإيجاز شكرا والف مبروك بهالبرنامج الجديد بتمنى لك منذ اول حلقة انطلاقها ممتازة ان شاء الله وناجحة جدا التفاعل كبير حقيقة منذ اعلاننا بانك ستكون ضيف الحلقة الاولى من برنامج بإيجاز لديك محبة كبيرة عند الناس سنقف عند بعض تفاصيلها لكن اريد ان نبدأ وإياك ما بعد الاستقالة مرت حوالى ثلاثة اشهر انت قدمتها مصلحة لمصلحة لبنان هل تبدو بانك فعلا عندما استقلت قدمت مصلحة للبنان ما الذي تغير ما بعد استقالتك بموضوع الخلاف الخليجي والله متأسف لك انه لحد الان ما تغير شيء بس نحن ما زلنا ننتظر وانا متفائل ان ان شاء الله تكون استقالتي تعطي مفعولها متأخرة لمصلحة لبنان الحقيقة بس بدي يوضح شغلي صغيري انا ما كان في شيء بيضطرني اني استقيل الحقيقة والموقف اللي اخدته هيدا عم بقوله للناس اللي حبوني واللي كانوا يترجوني انه ما استقيل حتى في ناس كانوا عم بيبكوا يحتصلوا فيني بيبكوا انه ما تستقيل لانه كرامتك من كرامتك بس مرأ تقريبا شيء اربعين يوم ما استقلت صمدت وقلت انا مرأة استقيل وما في شيء بيخليني استقيل لا بيقدروا يقيلوني كان متعذر اقالتي في مجلس الوزراء وما في داعي اني استقيل لانه كل حلفاء كانوا يقلوني ما لازم تستقيل هذا قرار سيادي لذلك انا بس توضيح صغير الذي طرني على الاستقالة مش بس زيارة ماكرون للسعودية وانه اخذ استقالتي معه حتى يقدمها لولي العهد السعودي انا كتير كنت تعبان كتير تعبان على وضع اللبنانيين الموجودين في الخليج هلأ بقلولك انه ما كان رح بيصيبهم شيء ولكن بالوقت اللي كانت استقالتي مطلوبة كان في كتير ضغط علي اولا من قبل السفراء اللي اجوا اللي طردوا من الكويت والسعودي والقطر اللي جالوا على كل المرجعيات السياسية والروحية في لبنان وكانوا كل محطة يقولوا انه الخطر آتن هناك ضغط على اللبنانيين موجودين في الخليج هناك لوائح باسماء لكن ما هو اللحظة التي قلت فيها انا جوز قرداحي سأستقيل سأستقيل لانه جاءت فرصة وقيل انه ممكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يمكن اذا اخذ استقالتي معه الى السعودية ممكن ينجح في تقول رأب الصدع بين لبنان وبين السعودية وبين دول الخليج قلت انا هذه مناسبة مناسبة ممتازة جتني انا لحتى اخرج من الباب العريض لانه اعتبرت انه اذا بده يصير فيه طرد لا سمح الله لبنانيين لو طردوا عشر عائلات من لبنان من الخليج وانا كنت مستبعد هالشي بس كان في ضغط علي من كل المرجعيات اللي يكلموني بالاستقالة قالوا لي بس فكر باللبنانيين الموجودين في الخليج انا كنت اكيد انه مرح بيسيبهم شي بس قلت اذا بده يطردوا عشرة لصمح الله بده يستقيل فورا خليني اطلع من الباب العريض قبل ما يصير فيه اي دراما معينة واذا كان نجح ماكرون بهذا المسعى فليكن بس انت وضعت عنوين عريضة سيادة لبنان كرامة لبنان كلها وين ولا تزال ولا تزال مراحة مطرح بعدها موجودة قلتلك السبب الوحيد اللي خلاني قدم استقالتي هو هذا السبب اللي هو سبب انساني وطني في كتير ناس كانوا يقولوا خي السيادي ما السيادي كمان حقوق الناس حقوق العاملين اللبنانيين في الكليج كمان هذه علاقة بالسيادي عائلتك كيف عايشت اعتبرت ستراميا انه اعتبرت انه يمكن ما اتحملها بعدين يعني اذا لا صمح الله بده يصير فيه ضغط من هذا المنحة وانه فعلا فيه لوائح باسماء لبنانيين سيرحلون قلت انا ما بغض فيني احملها تحدثت عن لحظات صعبة بالنسبة لك لكن عائلتك كيف عايشت هذه المرحلة خصوصا انه طبعا عائلتي تم ذكرها كثيرا حتى في حملة نعم نعم وصار في حملة عليها من الزباب الالكتروني ما شاء الله هذا الاسلوب الجديد يعني في التعاطي اللي اخلاقي مع الناس يعني لما بدون يشوه انسان او بدون يعمله على هجوم على انسان بشغله ما يسمى بهذا الذباب الذباب الالكتروني بقى طبعا عائلتي جاه نصيب من هذا الموضوع بس طبعا فيه تضامن تكاتف بين بعضنا وقفنا مع بعضنا وانا وقفت معهم يعني طبعا وجوزنا على المرحلة بتعتد بمكان ما بتقول انا نادم اني استقلت لا مش نادم اني استقلت حقيقة مش نادم حتى بعد فلش يعني مش نادم لانه لانه شوفي اذا بتاخدي المراحل المرأنا فيها منذ تعييني وحتى استقالتي يعني اول ما تعينت فيه ناس ما كان عجبهم تعييني انت عارفي اول يوم دخلت الى الوزارة فيه ناس بدأوا الحمل علي من الذباب الالكتروني اللي صنعنا نعرفهم يعني من اني اللي عم بوجه طبعا قوى سياسية قادت حملها ضدك بس انا اللي شيء اللي بيخليني ما اندم انه اول ما استلمت الوزارة وقعدت وبلشت نشاطي كوزير استطلع استطلع امور بدأت استطلع امور الوزارة وشو بقدر اخدم هالوزارة انا جاي لحتى اشتغل ما بدي احكي عن حالي بس انه ماني جاي منشان وجاها في الوزارة جاي لحتى اقدر اذا قدرت مع هالمجموعة من الوزراء هالحكومة الجديدة نقدر ننهض بلبنان خليني انا يكون الي يد مع انه انا ترددت بالاول ما كنت بدي اعمل وزير ترددت لانه كانت ضد مصالح يعني كان في عندي مصالح وقفت كان عندي برامج بدي اعملها بعض التليفيزونات بقى لذلك مش نادم لانه الوزير حقيقة وهلأ كل زملائنا الوزراء احبابي يعني معظمهم عم بيعانوا نفس المعاناة انه انت جيتي على دولة فلسة انت كوزير في مطالب للموظفين بدهم مع عشيتهم مش قادرة بس اعطيكي مثل صغير عن وزارة الاعلام فقط هذه اللي انا استلمت وزارة الاعلام اتكسر الزجاج فيها منذ انفجار المرفع باربع ام يعني سنة ونص تقريبا نيع ما تصلح الزجاج ما في ما في مصاري طيب في حملة يعني هناك من قادة حملة عليك ما قبل حملة حملة منظمة حملة منظمة يعني وقتل بيطلعوا لك بعض الاعلاميين اللي عم ينطقوا بلسان بعض الاحزاب السياسية بيقولولك جوش ارداحي جاي يقمع الاعلام في لبنان يعني مين بسد انا جاي يقمع الاعلام في لبنان اخدم الاعلام في لبنان بكل النواحي النواحي المهنية النواحي الاقتصادية النواحي الحضارية كمان لا هني صوروا انه انا جاي قال امنعهم مين بدون يستقبلوا كضيوف مين ما يستقبلوا مع انه مع انه القوانين اللبنانية قانون الاعلام في لبنان ما بيسمحلك ما بيسمحلي لا انا ولا اي مسؤول لك رئيش جمهورية ما بيقدر ياخد اي اجراء بحق اعلامي عم بيشتمو كل يوم لكن بالنسبة ربما البعض يسأل اذا كان هناك اي كواليس لم تفصح عنها خصوصا كان في كتير لقاءات ما في هدايا ما فيه كواليس ابدا 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 تألك صراحة يعني الناس اللي كانوا دعميني والوقف معي تداءا من الزعيم اللبناني سليمين بيك فرنجي والاخرين اللي كانوا معي الرئيس بري حزب الله كل يعني تضعهم في خانة حلفاء يعني حزب الله نعم طبعا ما كان بدون يعني استقيل بعدين هني كانوا مستنكرين يعني واعلنوها وصرحوا فيها عدة مرات انه انه شو هات اسلوبة ده يعني كل ما ما عجبنا وزير بالحكومة اللبنانية من طالب استقالته وبتجي بيجي الطلب من الخارج بقى هيدا شي غير مسموح وهيدا شي في مس طبعا بالكرامة الوطنية بس قالوا لك لا تستقيل ما كان بدون استقيل بس انا بس انا بعدين لما صارها الضغط الكبير وخفت على اللبنانيين يعني لكن هلأ حزب ممكن يتحمل اذا كان طردوا اللبنانيين من الدول الخليج حزب بيتحمل وزير حزبي بيتحمل لانه حزبه واقف وراه بس انا ومن معي ما فينا نتحمل يعني بيجيكي اعتبري مئة عائلة يرحلوا من شي دولة خليجية ليه سبب يمكن ما يكون عندهم ما يكون عندهم يعني اسباب موجه بس هيك انتقاما مني انا بقى ليه بدي حطن عضميري انا ما فيني احملها فكنت بطل يعني مثل ما قللك البطريارك استقيل وكون بطل هلأ البطريارك سبق كان بد يعني من اول يومين ثلاثة يكون بطل بقى انا تأخرت شوي يمكن ما بعرف اذا كان طولت البطولة مسلسل البطولة اذا طولته لا مش قصة بطولة وحيتك مش قصة بطولة ما فيها قصة عنجهية ولا بطولة فيها مثل ما قلت لك فيه شيء اسمورية بوليتيك يعني فكرت بالواقع بعد كتير من المراحل اللي مرأنا فيها وقلت انا افضل شيء ياخي خليني بعدين معرقل الحكومة خلي كمان الحكومة تشتغل لان صفت بانها ربما افضل حكومة عندما يعني تمت صحيح براواليك ما زالت كذلك انا كنت كتير متفائل بهذه الحكومة هلا ما زالت يعني ليكي ما بدي احكي سلبا عن هذه الحكومة بس بدي اقولك انه اي حكومة بنتجي اي حكومة بنتجي ما رح تقدر تعمل شيء الحكومة شو الارث اللي وصل لها بلد مفلس خزينة مفلس بنك مركز تبخر المصريات منه بنوك ما فيها مصاري شو بدأ تعمل الحكومة يعني هلأ الرئيس مئاتي متفائل جدا حرام وعم بيحاول بكل الطرق بكل الوسائل بيطلع بيسافر بيروح بيجي بس طالما ما حدا حابب يساعدك ما حدا قادر يعطيك شربة ماء كيف بديك رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في هذه الحكومة خزلوك في قضيتك رئيس الحكومة بداية لكن لا يكلف الله نفسا إلا وصعها الشيك الآية الكريمة بتقول أنا هاي الآية كتير بيحترم ودائما بحط دائما هاي عنوان بحياتي لا يكلف الله نفسا إلا وصعها ما مطلق هيدا رئيس الحكومة هالقاد بقدر يعمل طلب من الوزراء اللي بيخصوه أنني طالبوا باستقالتي أنا نزعجت بإليك بصراحة بس هلأ لما بتعدت شوي بلاقي أنه يعني مش عتبانا هل أد هل أد لا تعتب هل أد ليش بني أتعتب خلص نحن سنتحدث عن المستقبل الكثر يسألون يعني معالي الوزير بين السياسة والإعلام أين وكيف سنراك وخصوصا في متحولات حتى على مستوى لبنان ومحيط وأوسع من ذلك عن مستوى الدولي لأنه في من قال هل ستعلق حول أوكرانيا أمانو تعليق حرم اليمن كافي بكل أحوال سنكمل بهذا النقاش الشيق وإياك مع المنزل لكننا سنقف مع فاصل مشاهدينا فاصل قصير ونواصل بإيجاز تفضلوا رجاءا بالبقاء معنا يسعد مساكن وألف أهلا ومرحبا فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامجكم من سيربح المليون أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج بإيجاز من سيربح المليون هو من ربح قلوب الملايين معالي وزير جود فرداحي مرحبا بك شكرا من جديد شكرا فعلا ربحت قلوب الملايين يعني أنا لن أقول لك على طريقتك 15 سؤال وأربع وسائل مساعدة لكن بين الربح والخسارة بمفهوم من سيربح المليون بعد ما جرى معك ربحت فعلا قلوب الملايين لكن يمكن رب ضارة النافعة مش هيك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير ونلكم أنا هذه القاعدة بيحترمها ودائما حافظها بجانب كتير فادتني هالمرحلة هالمرور في الوزارة كتير فادني على الصعيد الشخصي هلأ يمكن ماديا نتعرض لمقاطعة من بعض الناس اللي ماديا كيف يعني ماديا عم أقول أنه ممكن يكون في عندي صار فيه مقاطعة علي من الخليج لأنه من محطات الخليج من إعلام الخليج بسيطة ماشي الحال المهم الإنسان يكون مرتاح مع ضميره بس من ناحية تانية مثل ما قلتي أنه صار فيه أصداء كتير إيجابية إذا بخبرك يعني ما بقدر لحق على الرسائل والقصائد وال والخبرك نحن عمليا كيف التفاعل على إنستجرام فيسبوك تويتر عندما أعلننا فإذا إذا بدي أوزنها بين الضرر وال والفائد أنا بلاقي الفائد أكبر بكتير بكتير مين ممكن تتصل بصديق إذا أنت هلأ مين الصديق الممكن تتصل فيه كتار كتار ما هلأ ما في حدا بزهني يعني بس طب السياسة إذا كنت أنت في مكان ما تشعر بأنك بحاجة لصديق بالسياسة في موقف سياسي مين طبعا طبعا حبيبي سليمان الفرنجي أكيد هذا الفارس يعني اللي مش لأنني سرت وزير بقول عنه فارس بس كل الناس بتقول عنه فارس كل الناس كل من تعرف علي بيعرف أنه هذا فارس وهذا إنسان مثل السيف رأي ورأي وموقف وموقف وما بيطعن بالظهر عنده خصائل مهمة كتير خصائل يعني لازم يتحلى فيها كل واحد بيكون بالقيادة متى قد تتصل بصديق من حزب الله متى مش عارف بس في اتصالات قراءتك السياسية لم تتغير يعني ما تقرأه في لبنان لمقوع المقاومة تحولات تأثر لبنان على أكثر مصعيد الحرب في سوريا وعليها لم تتغير أبدا موقف سابت سواء كان باليمن أو كان مع المقاومة في لبنان أو كان مع سوريا يعني لأنه مبني على موقف منطقي موقف واقعي موقف وطني ما بقدر يعني أنه المقاومة في لبنان مستوردة من الخارج يعني جيتنا من الخارج ما هني أبنائنا هذي اللي عم بيقاومه هذي أبنائنا من دمنا ولحمنا عم بيموتوا عم بيستشعروا دفاعا عن لبنان سواء في الجنوب أو في عرسال أو في سوريا يعني كيف بفكروا العالم ما بعرف يعني كيف ممكن نخلق وطن إذا ما بدنا نكون نحن نحترم دماء بعضنا نحترم تضحيات بعضنا نوقف مع بعضنا كيف كيف يعني هلأ شو بدي بالحسابات الخارجية شو بدي شو بقولوا برة اتهامات للمقاومة أنا كلبناني كيف بدي عيش أنا واللبناني الآخر هذا بهمني هذا بهمني كثر يسألون أنت بين السياسة والإعلام لأنه تحدثت عن أنه عملية مقاطعة هل يمكن يعني إذا جاءك عرض لبرنامج إعلامي أنت قد تذهب بهذا الاتجاه أم أنك قد تذهب بالسياسة لا هلأ نحن هلأ آخر شوية فترة راحة يعني بس أنه مرجعي هو الإعلام رح برجع إلى ملعبي يعني هو الإعلام بنقدم أنا وياك بإيجاز لأنه بقعد بنتر بقعد بنتر بالسياسي شو بدي أعمل ممكن ما قدر أعمل شي بالسياسي حتى لو يمكن توليت منصب مرة جديدة بالوزارة يمكن ما قدر أعمل شي لأنه شيء من مشاريعك لذلك بعدني في الإعلام من وقت تقلت وزارة الإعلام أنا استعاروني من الإعلام شوي للسياسي ما مشي الحال بعدني في الإعلام نعم السناية أنا وأنت يلا نساء الله من وقت استلمت وزارة الإعلام كان في حديث أنه جورج قرداح يأتي إلى عالم السياسة عينه على الرئاسة يعني على موقع بشكل أو بآخر متقدم هذه فيها مبالغة يعني أصلا المنصب الوزاري ما كان خاطر على بالي بدأت تخطر على بالي الرئاسة الرئاسة إلها أربابها وقلت أنا دغري لما سألوني قلت نعم ممرئ عرف حده فوقف عنده ما عندي طموحات ما عندي طموحات لا رئاسية ولا شيء عندي طموح فقط أنه اخدم بلدي اخدم بلدي مع ناس مخلصين بدون يخدموا البلد أنه نبني دولة نبني دولة في لبنان دولة تحترم حقوق كل الأفراد كل اللبنانيين هذا حلمي بس وأنه نترك لأولادنا دولة يقدروا يعيشوا فيها بكل كرامتهم ولو كانوا من كل الطوائف يعني طيب قبل الذهاب لبعض الأسئلة ونحن حريصون أن يكون في تفاعل مباشرة مع الناس وأسئلة من الناس ويكونوا حاضرين وفاعلين ومؤثرين من البرنامج لكن الينا اتحدث عن التفاعلات وموقفك كان أساسي فيها القضية التي حصلت وإياك من الحرب في اليمن اليوم في تطورات حتى في السوشال ميديا هل ستعلق على الأزمة أو التطورات الميدانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إذا علقت على اليمن ما بدي علق على أوكرانيا إذا علقت على فلسطين على قضية فلسطين إذا علقت على المقاومة في لبنان ما بدي علق على أوكرانيا شو بيمنع كيف تقرأ ما جارع في أخرانيا؟ والله يشوفي أنا عم تابع كل التحليلات يعني قاعد وعم تابع على المحطات الأجنبية كلها فيه أراء مختلفة عم بيحاولوا في الغرب فيه نوع من الزباب الإلكتروني فيه نوع من الإعلام الموجه فيه البروباجندا السلبية تجاه الرئيس بوتين وتجاه روسية بس بالمقابل فيه ناس متفاهمين الموقف الروسي متفاهمين موقف الرئيس بوتين وإني عم بيقولوا أنه أنا نعم أمين إلى هذا الموقف يوم بوتين قال بأنه فيه إمبراطورية الكذب وصف الغرب فيه كذب طبعا يعني لكي اليوم عم بيقول رئيس أوكرانيا سبلينسكي أنه صار صار مقتول 5000 عسكري روسي يعني إذا بيكملوا هكي بيقضوا على الجيش الروسي كله يعني عم ناخد الإعلام تقريبا مثل الإعلام اللي كان بالعراق لما صار الغزو الأمريكاني بس صحاف على كل حال اللي بقول أنا أنه مش أنا بس بقول بقول فيه كتير ناس متنورين في الغرب عم بيقولوها مبارحة سمعت اللي كانت مرشحة لرئاسي جمهورية سيغولين رويال عم بتقول أنه نحن اللي خلينا يعني الغربيين الأوروبيين هن اللي خلوا أو سمحوا لروسيا أنه تدخل على أوكرانيا لأنه فيه استفزاز غربي لروسيا شو بدكم يعني كله عم بيصير فيه استفزاز من 2014 وطبعا كان عم بيحذر الرئيس بوتين من هالشي بلشوله ببولونيا برومانيا عمليت الإحاطة هذه هل الإحاطة التي تحصل الدفع بالناتو للتمركز على تخوم روسيا بقى وانت بريك يعني مثل ما أنه بريك تقعد بالعقل الروسي العقل الروسي بيعتبر أنه أوكرانيا جزء من روسيا هلأ فيه الانفصاليين بأوكرانيا بيعتبروا حالهم لا هني مستقلين وهني يمكن عرق مختلف الآن سأعود إلى عقلي أنا لأنه في عقلي بقية يعني وقت قليل ولا أريد أن أظلم يعني من تفاعل وفي عدد كبير لكن من ضمن اللي سامي يقول ما هو الشيء أو العمل أو الموقف هذا تغريدة على تويتر الذي قام بها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ويعتبر بالنسبة له من أهم الإنجازات الإنجازات في عمل الإعلامي طبعا يعني إنجازي كان في برنامج من سيربح المليون إنجازي كان في برنامج المسامح كريم اللي الناس بعضهم إلى اليوم بيتابعوه على اليوتيوب إنجازي في المجال المهني بالسياسي لم يتحلي الوقت أن أنجز شيئا في السياسي لأنه دخلنا من مبارح العصر إلى القصر مبارح العصر يعني ما 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 عندنا شهرين طيب وكان في حديث عن موضوع الإعلام من ضمن اللي تم طرحه أيضا بأنه يعني إذا كنت استمرت في وزارة الإعلام كان ممكن أن تنجز يعني ما قلته كان عندي حلم كبير إنه إنجز بالتليفزيون لبنان إنه إنجز بإذاعات لبنان قدر عملها إذاعات أف أم منتشرة في كل أنحاء لبنان وتنقل الفرح إلى اللبنانيين تليفزيون لبنان أعملوا فعلا من منافس التليفزيونات المحلية الأخرى بس للأسف هالمشاريع كلها حطانيها هلأ بالدرجة لكن المستقبل يحمل ربما طالعا في عزيمة وفي إمكانية وفي رغبة وفي وطنية ما بهمني مستقبلي أنا أد ما بهمني مستقبل بلدي إذا مستقبل بلدي منيح بدون نخبر شرق فيها أستقبل كل الناس نحن طيب محمد محمد على الفيسبوك بيقول لك أستاذ جورج ليش ما في منك كتير ما في نجاوي بس شو اللي بتشعر فيه أو بيوصلك عندما يقال أنه نحن بحاجة إلى أكثر يعني من المستل شخصياتك أنا بشكر هؤلاء الناس اللي هم الكتار يعني اللي بيحبوني واللي بيقدروا بيعرفوا قيمة الإنسان يعني ما الإنسان بيبين يعني من مواقفه من مش كل يوم متلون مش كل يوم يعني أو أو عنده ارتباطات معينة مش عارف عنده موارد معينة من جهات الحمد لله ما حدا بيقدر يقول أنه مفضل علينا بشيء أبدا وما حدا يقلنا أنه لحم كتافنا من هون أو من هون لحم كتافنا من مهنتنا من الإعلام أنا عملت لحم كتافي لا ما كنت مقاول بالسعودية أنا اشتغلت بالم بي سي بالم بي سي كنت أخذ مرتب مثلي مثل غيري لما صرت نجم في الم بي سي كمان زارت المدخيل لأنه صار فيني أنا أول إعلامي عمل أعلانات يعني بعد تفكير وكان في مدود حتى على تلك المؤسسات مادية طبعا 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 لذلك ما حدا لأنه بتشوفي في ناس هيك بياخدوها مش عارف فيه بياخدوها هيك أنه لحم كتافه من السعودية على رأسي أنا السعودية بيحترمها حجر على أموال لا تفعلا بالخليج في أموال لإلك حجر عليها ما بعد هذه الأزمة لا ما في عندي أموال عندك ملايين ما عندي أموال بالخليج تحجر عليها لا الحالة طيب كلمة أخيرة بإيجاز إذا ردت أن تتحدث أو تطلق آخر كلمة لكاميرتك بإيجاز بإيجاز بدي أقول لك أنه شكرا لإستضافتي وبتمنى لك كل التوفيق شكرا بهالانطلاقة الجديدة بشكر الميادين لأنه فعلا الميادين أثبتت أنه بهالأعلام العربي هي منارة للموضوعية منارة للصدق منارة للعمل المهني الحقيقي بقى مثلكم مثل الزملائي كلكم شكرا أسعتك فعلا أنتم بتنوروها بإيجاز وعطيتنا دفع وزخم كبير بتنوروها الفضاء الإعلامي العربي شكرا جزيلا معالي الوزير جورت قرداحي شكرا جزيلا لك نورتنا على هذه المشاركة مباشرة وقتنا أصير بس إن شاء الله نكون أدينا بس عرجنا على كثير من النقاط وكانت في حيوية بعض ما طرحنا شكرا جزيلا لك من جديد شكرا لكم مساعدين أينما كنتم لقاء جديد بإيجاز الأسبوع المقبل إلى اللقاء شكرا لكم